كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منظومة شكاوى الحكومية بسرعة اتعامل مع ايشك وواردة بشأن المبالغة في زيادة تعريفة الركوب او احتكار المنتجات البترولية واشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الاجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الاقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام الصائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة ان تتناسب الزيادة في اسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي اقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفي هذا الاطار اجرى مدبول اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين للتأكيد على ضرورة التنصيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد اسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة واخرى كما كلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء لتتولى التنصيق بين مختلف الجهات المعنية